اهلا بحضراتكم من جديد من كمين اخبارنا معاكم يمكن اه مبارح طبعا كان كل الميديا وكل الاعلام متابع مباراة كرة القدم ولكن الحقيقة كان خبر ليه علاقة بكرة السلة للسيدات كرة السلة للسيدات كانوا بيلعبوا مبارح في رواندا المباراة النهائية اللي كان يكسبها يتأهل ممثل عن المنطقة الخامسة او زوم فايف الافريقية للمشاركة في بطولة امم افريقية ولكن للأسف مصر تخسر بطاقة التأهل لبطولة افريقيا لسيدات السلة بعد الخسارة من كينيا مبارح بنتيجة تسعة وتسعين تلاتة وتمانين طبعا رواندا عاملة ملعب حلو عاملة مدينة راضية جيدة جدا فكانوا بيلعبوا هناك بس حقيقة انا ليا بعض التعليق على التصفيات دي اولا المنطقة الخامسة شاهدت تطور مش طبيعي الحقيقة المنطقة الخامسة الافريقية بعيدة عن السيدات نروح للرجال في خمس فرق تأهلوا منها لأمم افريقيا للرجال ما كنت انا بلعب كان بيتأهل مصر دائما لابد نكون نروح مجمع كزراني في كينيا كانت معروفة كده كل سنتين نروح كزراني نكسب الفرق تلاتين اربعين منط ونروح نشارك في أمم افريقيا النهاردة عندك خمس فرق بيشاركوا في أمم افريقيا للرجال مصر وجنوب السودان ورواندا وكينيا على ما تذكر بنده الكنغو على ما تذكر يعني خمس فرق انا متأكد من رقم خمس فرق بتشارك في بطولة أفريقيا للرجال طب السيدات مصر الاسف خسرت أهل كينيا الغريبة كمان ان النتائج عالية يعني مصر كسبت كينيا في الدور التمهيدي مية وسبعة مية وستة بعد المنتدى في فرق عشرين بونط الاسكور ده ما كناش بنشوفه بالأفرق احنا كنا نروح نكسب تسعين ستين تسعين اربعين يعني وكنا بنبدل والناس تنزل وتطلع ده الرجال وسيدات انا بكلم على الاتنين كمان انما الارقام دي الحقيقة غريبة شوي تطور كبير تطور هائل في زون فايف وافريقيا ككل بالمناسبة زون فايف اللي بيرقصها كابتن هشام الحريري او المهندس هشام الحريري مصري والحقيقة هو تولى فيها المسئولية من 3 اربع سنين وكان من ضمن خطته انه يطور المستوى في زون فايف هو طبعا الموضوع جبس يعني مش لمصلحة مصر قوي بس احنا عندي لاش مشكلة احنا المصر مفروض يعني في زون فايف احنا نتقاهل مرتاح ولكن قوة المستوى ده هو ده من واجبات وظيفته او من واجبات منصبه ان يطور المستوى جنوب السودان عمر ما شفناه كان بتشارك بقيت بتشارك تطور كبير جدا في زون فايف وده يمكن اللي عمل لنا مشكلة ان دلوقتي كينيا بقت قوية جدا رواندا بقت قوية جدا دعا المستوى البنات والرجال طيب خلينا اقول حاجة تانية اللي سكور كمان عالي خلينا اقول حاجة مهمة انه سامع اخبار سامع ما عنديش معلومة اكيدة ولكن سامع اخبار انه ممكن الاتحاد الافريقي يدي لمصر الواي كارد عشان تخش بيه بطولة افريقي والحقيقة انا يعني بحب اهني كابتن هاب الالفي لصراحة عمل عليه الراجل بأمانة مدير فن الفريق واللعبات عملوا اللي عليهم طبعا كان فيه اصابة مبارح ندين السلعاوي ما لعبتش يعني اللعبات عملوا اللي عليهم وقدوا اللي عليهم بأمانة يعني انا بتكلم بكل يعني يمكن الاعداد كان ضعيف شوية ما لاحقوش يتعدوا الدوري خلص تجمعه سفره وهو ده اللي كنا قلناه لو تفتكروا فترة من الفترات ان طول الدوري ممكن يعود بالسلب على المنتخبات في الاعداد وده يمكن يعني ما اخدوش وقتهم كورونا كمان طبعا مش بس طول الدوري كمان كورونا انت ما عندكش فرصة تأمل معسكرات كورونا الدنيا كلها مقفولة يمكن فريق الرجال عنده نهايات افريقيا بس احتمال يشارك في بطولة الاردن بطولة الملك عبدالله الحقيقة اللي كنت لقبت فيه قبل كده اللعبات ممتازات ممتازات جدا جدا عندنا يعني كفاءات ومواهب نادرة اللي جاي افضل باذن الله